دعت المخرجة المغربية فاطمة بوبكدي خلال مشاركتها في يوم دراسي حول السينما والتورات بابن ملال إلى ضرورة تطوير تجربة فتح السينما والفن بشكل عام على التاريخ الوطني والتورات اللامدية الزاخر بالأحداث والدروس وذلك من خلال مقاربات متعددة تربط المكونات التوراتية بسياق معاصر ودعت مخرجة السلسلة الشهيرة حديدان خلال ماستر كلاس قدمته برحاب كلية الأدب والعلوم الإنسانية بابن ملال إلى تطوير هذه المقاربة الفنية لقضايا التاريخ والتورات بما يخدم القضايا الراهنة ويعكس آمال وتطلعات الحاضر يشرفني أنني أكون ضيفة في رحاب هذه الكلية يعني هذا كيبشر بالخير لأنك تشوف بأن كلية كتنفاتح على ما هو سينمائي ما هو فني يعني هذا وعي بأهمية سينما في التاريخ الإنساني وبما أنني أنا كنشتغل يعني على واحد لزء من هذا التاريخ اللي هو الهوية اللي كنت تجسد في تورات الشفاهي اللي غير موطق يعني لا مادي فأنا اليوم كيشرفني كتير أنني نتواصل مع الشباب اللي خاصوا حتى هوي وعبها التجربة هذا اليوم الدراسي هو احتفاء بالعلم وبما هو أكاديمي وكذلك هو اعتراف بما قامت به هذه المبدعة في مشاهدنا المغربي حيث قربت تورات وتناولت تورات وحكت تورات من وجهات مدر مختلفة إذن هذا امتياز كذلك الامتياز الآخر هو أننا اليوم نتحدث عن السينما نتحدث عن الجمال نتحدث عن الفن في رحابة الكلية وهذا مهم بالنسبة لكل ياسنا في المغرب وقد تبعت التجربة الفنية للمخرجة فاطمة بوبكدين المشهد التلفزي والسينمائي بأعمال حققت مشاهدة قياسية وذلك من خلال تناولها للتورات الشفه اللامدي